أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للسعي في المناسك مناسك الحج يقول إذا أقيمت الصلاة ما موقف السعي يكمل سعيه أم يصلي أم ماذا أبو نذير بارك الله فيك رضي الله عنك بالنسبة للذي عنده حج أو عمرة يعني هو ذهب إلى نسك وكان في الطواف أو في السعي بين الصفة والمروة وأقيمت الصلاة وجب عليه أن يصلي مع جماعة المصلين في المسجد الحرام يقف و يصلي ثم بعد ذلك يكمل من حيث وقف لا من حيث ابتدى لا من حيث ابتدى فأفترض الآن أنت بين الصفة والمروة أقيمت الصلاة وأنت في النص بين الصفة والمروة تصلي معهم ثم تكمل بعد الصلاة مباشرة بارك الله فيك